السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد طليبا النهاردة احتمال يكون اخر يوم في شهر رمضان المبارك اللهم ان كان هذا اخر يوم في رمضان فلا تختمه الا بردوانك والعدق من نيرانك ولا تجعل هذا اخر عندنا بشهرك الكريم واعد علينا رمضان اعواما عديدة وازمنة مديدة واجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعدكن من النار يا رب العالمين اللهم امين عيدوا فتر مبارك وتقبل الله مننا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال وكل عام وأنتم بكل خير النهاردة ان شاء الله هنشرح زينيرف السيستم اناتومي تشريح الجهاز العصبي عندنا النيرف السيستم بينقسم تشريحيا لسنترال نيرف السيستم جهاز عصبي مركزي وبريفرال نيرف السيستم جهاز عصبي طرفي يعني السنترال نيرف السيستم او الجهاز العصبي المركزي بيتكون من البرين والسبينال كورد المخ والحبل الشوكي لكن البريفرال نيرف السيستم بيتكون من الاعصاب اللي طالع من الكرانيال اللي هو المخ والسبينال نيرف السيستم اللي هي الاعصاب اللي طالع من الحبل الشوكي وبردو النيرف السيستم بينقسم فيسيولوجيا او وظيفيا لسوماتيك جسدي واوتونوميك لا ارادي يعني الاطراف بتاعت الجهاز العصبي او الجهاز العصب الطرفي والجهاز العصب المركزي كلاهما بيتكون من مكونات سوماتيك واوتونوميك يعني فيه اعصاب جسدية واعصاب لا ارادية اوتونوميك يعني الاعصاب الجسدية او السوماتيك نيرفز بتهتم او بتشتغل على العضلات الهيكلية يعني بتشتغل على العضلات الهيكلية والسنسوري انفرميشن اللي هي الاشارات العصبية الخاصة بالاحساس وطبعا الاوتونوميك او الاوتونوميك نيرفز اللي هي الاعصاب اللي هي ارادية بتشتغل على الكارديك مصل العضلات القلبية والسوموز مصل العضلات الملساة اللي هي بتكون في الفشرة الاحشاء والبلوت فيزلز اللي هي الدموية وطبعا الجلاندز بتشتغل برضو على الغدد تعريف خاصة او متعلقة بالجهاز العصبي اول حاجة النيورون او النيرفزيل اللي هي الخلية العصبية يعني النيورون او النيرفزيل هي الوحدة الوظيفية والتركبية او الهيكلية للجهاز العصبي it is formed of يعني الخلية العصبية بتتكون من cell body جسم الخلية ودندريتز يعني تفرعات شجيرية بتبقى طالعة من جسم الخلية والأجزون اللي هو محور الخلية العصبية وفي ناس بتخلط بين النيرفزيل والنيرف هي النيرفزيل هي نفسها النيورون لكن النيرف نفسه مش النيورون بس هو عدة نيرونات او نيرفزيل يعني النيرف اللي هو العصب عبارة عن مجموعة او حزمة من الخلية العصبية او النيورونز مع بعض لكن النيرفزيل هي النيورون عشان محدش يطلق بس تاني تعريف معانا النيوكليوس النواه ودي عبارة عن نيرفزيلز كوليكشن انسايد سي ان اس او سنترال نيرفز سيستيم او سبيسيفيك فانكشن يعني النيوكليوس دي عبارة عن تجمع من الخلية العصبية بداخل سنترال نيرفز سيستيم او الجهاز العصبي المركزي وبيقدوا وظيفة محددة تالت تعريف الجانجليون او العقد العصبية ودي بتكون نيرفزيلز كوليكشن انزا بي ان اس او البريفرال نيرفز سيستيم او سبيسيفيك فانكشن يعني الجانجليون عبارة عن تجمع من الخلية العصبية بداخل البي ان اس او البريفرال نيرفز سيستيم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي وبيقدوا برضو وظيفة محددة يبقى النيوكليوس تجمع من الخلية العصبية بداخل السي ان اس لكن الجانجليون تجمع من الخلية العصبية برضو لكن دي في البريفرال نيرفز سيستيم او الجهاز العصبي الطرفي او البي ان اس رابع تعريف السينابس او التشابك العصبي يعني السينابز دي عبارة عن نقطة الالتقاء الوظيفية لكن مش امتداد لخلية عصبية تانية او اي خلية تانية هي عبارة عن نقطة وظيفية بس مش امتداد لخلية يعني مش سو هي هنا سو يعني رغم ذلك المفروض تكون سرو يعني من خلال يعني تنشيط الخلية العصبية بينتشر لخلية تانية من خلال شك التشابك او السينابتك كليفت اللي هو بيتوسطه كيميكال نيرو ترانسميتر او ناقل عصبي كيميائي زي طبعا الاسطايل كولين وده طبعا صورة لتركيب الخلية العصبية او النيرفزل او النيورون اول حاجة عندنا ناحية الشمال السيل بادي او جسم الخلية العصبية وده موجود فيها طبعا النيوكلياس النواه بتاع الخلية العصبية وطبعا عايزين نفرق بين النيوكلياس اللي هي موجودة في السيل بادي بتاع الخلية العصبية والنيوكلس اللي موجودة في الـ CNS أو اللي هو الجهاز العصبي المركزي النيوكلس اللي موجودة في الـ CNS اللي كانت موجودة في الـ Slaid اللي فات تعبارها عن تجمعات من الخلية العصبية لكن النيوكلس اللي موجودة في الـ SILBODY بتاع الخلية العصبية اللي هي النواة نفسها اللي فيها الـ DNA والحاجات اللي بتأثر في الإشارات العصبية أو بتولد لنا الإشارات العصبية وفي تفرعات طالعة من الـ SILBODY اسمها الدندريتز أو التفرعات الشجيرية وده هميتها أن هي بتستقبل البيانات أو الإشارات العصبية من الخلية العصبية التانية وطالع برضه من الـ SILBODY الأجزون أو محور الخلية العصبية وده بيكون محوض بـ Myelin Cheese أو أغماد من طبقة أو مادة المايلين والخلايا اللي بتكون المايلين شيس اسمها شوان سيلز أو خلايا شوان زي ما احنا شايفين النقاط دي اللي هي الأنوية بتاعة خلايا شوان فالنواية دي بتحيط الغشاء البلازمي بتاع خلايا شوان أو البلازم ميبرين الخاص بـ SILBODY فبالتالي بتحيط الأجزون أو محور الخلية العصبية معاها بمادة المايلين هي الصورة دي تعتبر صورة سطحية لكن لو شفنا الصورة من الداخل هنلاقي إن الشوان سيل بتكون جانب أو على طرف الأجزون أو النيوكلياس نفسها يعني بتكون في طرف الأجزون يعني ما فيش حد يقول إن الأجزون بيختاف وبعد كده يطلع تاني لا هو بيكون موجود أصلا في النص ومحيط به المايلين شيس اللي بتكونه النيوكلياس بتاعة أو اللي بتتحكم في تكوينه النيوكلياس بتاعة الشوان سيلد والمايلين شيس ده مهم في إنه بيحدد مدى سرعة انتقال الإشارة العصبية وبرضو بتحافظ على حياة الأجزون أو محور الخلية العصبية عن طريق إن هي بتمد محور الخلية العصبية بالطاقة والعناصر اللي هو محتاجها وزي ما قلنا إن المايلين شيس بيحدد مدى سرعة الانتقال بتاع الإشارة العصبية والمايلين شيس ما بينها حتة مش مغطاة بطبقة المايلين فدي بنسميها نود أوفران فيير أو عقد ران فيير وعقد ران فيير دي بتتميز بأنها قصيرة وطولها بيكون حوالي واحد مايكرو متر فده بيساعد في سرعة انتقال الإشارة العصبية عن لو ما كانش فيه مايلين شيس فالمايلين شيس بيخلي الإشارة العصبية بتنتقل على صورة قفزات فبالتالي القفزات دي بتسرع انتقال الإشارة لكن لو الإشارة العصبية بتنتقل في صورة عبر الأجزون مباشرة من غير مايكون فيه مايلين شيس فلو مافيش مايلين شيس يبقى مافيش ران فيير نود أو نود أوفران فيير عقد ران فيير لأن أصلا ران فيير دي عبارة عن أجزون مفهوش أو مش محاط به مايلين شيس فالإشارة العصبية هتنتقل عبر الأجزون مباشرة لو ما كانش فيه أو حصل دامج للشوانسل أو مايلين شيس فده هيسبب معانا بطء في انتقال الإشارات العصبية وده هيخلي استجابة الشخص للإشارات العصبية بطيقة وفي نهاية الأجزون فيه تفرعات اسمها الأجزون تيرمينال أو النهايات العصبية أو نهايات المحور العصبي والنهايات العصبية دي بتكون مهمتها أن هي بتوصل الإشارة العصبية عن طريق أن هي بتتحفز من الإلكتريكال ساينز أو الإشارات الكهربائية اللي هي بتكون عن طريق الآيونات يعني فبالتالي بتفرز اللي هي زي ما قلنا زي الكيميكال نيوروتولومنسيمتر زي الأسطايل كولين فلما بتفرز المادة دي عن طريق إن الإشارة الكهربائية بتوصل لها فبتوصل الإشارة العصبية للخلية المستجيبة أو الخلية الهدف أو الأفكتور سيل أو الطارجت أورجن بعد كده سنترال نيرفوس سيستم إحنا قلنا أن السنترال نيرفوس سيستم بينقسم تشريحياً للبرين المخ وال الحبل الشوكي أول حاجة معنا عندنا المخ أو البرين لو هنقسمه على أساس المناطق فهنقسمه لتلات مناطق أول منطقة الفور برين مقدمة الدماغ تاني منطقة الميد برين أو الدماغ المتوسط تالت منطقة اسمها الهايند برين أو الدماغ الخلفي السفلي يعني في الخلف من أسفل الهايند برين يبقى الفور برين والميد برين والهايند برين مقسمة على أساس الارياز أو المناطق لكن لو هنقسمه لبارتز او اجزاء فهنقسمه لتلات اجزاء رئيسية برضو سري بارتز اول جزء رئيسي فيهم السريبروم المخ وتاني جزء البرينستيم او جزء المخ وتالت جزء السريبلوم او المخيخ نبدأ اول حاجة الفوربرين او مقدمة الدماغ ودي موجود فيها السريبروم المخ والداين سيفالون اللي هو الدماغ الوسطي او المخ الوسطي او الدماغ البيني عندنا الكافتي بتاع السريبروم او تجويف المخ يسمى اللاترالفينتريكل يعني البطين الطرفي فاكيد في اتنين من اللاترالفينتريكل واحد شمال واحد يمين تمام? والداين سيفالون الدماغ الوسطي او المخ الوسطي ايان كان التجويف بتاعه اسمه السيرد فينتريكل البطين الثالث والبطين الاول والثاني اللي هما كانوا لاترالفينتريكل كانوا اتنين لاترالفينتريكل فده بقى السيرد فينتريكل او البطين الثالث المنطقة التانية اللي هي الميت بيرين او الدماغ الاوسط ودي موجود في الكافتي بتاعها او تجويفها السريبرول اكويداكت اللي هي اذ ممر المائي المخي اللي هي سموها كده لانها قناة بينتقل من خلالها السريبروس باين الفلويد او السي اس اف ما بين السيرد فينتريكل اللي هو كان في الديان سيفالون اللي هو الكافي بتاع الديان سيفالون والفورس فينتريكل اللي هو البطين الرابع اللي موجود في الهايند برين ومنطقة الهايند برين اللي هي المنطقة الخلفية السفلية من الدماغ موجود فيها البونز اللي هي القنطرة والميدالة قبلونجاتا النخاع المستطيل يعني الهيند برين برضو من ضمنه المنطقة الخلفية السفلية السريبيلوم او المخيخ والتجويف بتاع الهيند برين اسمه البوتين الرابع وعرفنا البوتين الرابع ليه لان كان فيه البوتين الثالث واللاترالفينتريكالز كانوا في الاول نوتا بني يعني لاحظ جيدا يعني بيقولك ملحوظة مهمة ان جزع المخ بيتكون من المضالة قبلونجاتا انه خاع المستطيل والبونز اللي هي القنطرة والميد برين كله اللي هو المنطقة الوسطى من الدماغ يعني البرين اسم او جزع المخ واخد الميد برين كله واخد البونز والمضالة قبلونجاتا من الهيند برين لكن السريبيلوم مش تبع البرين اسمه عندنا في الشكل ده الهيومان برين اناتومي او تشريح الدماغ البشري عندنا اول حاجة في البرين السريبيلوم السريبيلوم بينقسم لاربع لوبز رئيسية او اربع فصوص رئيسية اول فص فيهم الفرونتال لوب او الفص الجبهي وتاني فص اللي هو البرايتال لوب الفص الجداري او العلوي من الدماغ والفص التالت الاكسيبيتال لوب الفص القزالي او الفص الخلفي تمام اللي هو في القفة من وراء والفص الرابع اللي هو التمبرال لوب الفص الصادغي وعندنا برضو من الخلف في الهيند برين السريبيلوم المخيخ والبونز الكنترا والميدالة قبلونجاتا النخيع المستطيل وطبعا الاسباينا الكورد طالع او متصل بالميدالة قبلونجاتا النخيع المستطيل لكن الاسباينا الكورد اكيد مش من ضمن الهيومن برين اناتومي لان احنا قلنا ان الجهاز العصبي المركزي بيقسم تشريحيا للبرين والاسباينا الكورد البرين الدماغ والاسباينا الكورد الحبل الشوكي كل جزء منهم تشريحيا بمفرده وعندين حاجة اسمها سالكوس وحاجة اسمها جايروس السالكوس اللي هي الاخاديد او الشكوك اللي هي نتجة عن السانيات في التوهيمسفيرز اللي هما نصفاي المخ اللي عاملين يعني زي انصاف كرة اسمهم توهيمسفيرز فالسانيات اللي موجودة فيهم دي او الاخاديد نفسها اسمها سالكوس لكن الجايروس اللي هي الحاجة الثانية نفسها من بره تمام فلنفترض مثلا ان اي دي الاصابع بتاعتها هي تمثل الفولتز او السانيات اللي موجودة في السريبروم فالسانيات دي الشكوك اللي ما بينها الشكوك نفسها اسمها سالكوس تمام او الاخاديد لكن صباعي نفسه من بره ده اسمه هنمثله يعني ان هو اسمه جايروس تمام الجايروس ده اللي هي الثانية من بره مش الاخدود نفسه اللي هي الثانية نفسها اتمنى تكونوا فهمتوها يا عملي وعندنا سالكوس مهمة اسمها السنترال سالكوس بين البراية اللوب والفرونتال لوب اسمها السنترال سالكوس او السالكوس المركزي تمام وعندنا برضو ثانية اسمها الساليفيان فيشر او شك ساليفيان وفشر يعني هي عبارة عن سالكوس برضو بس عاميك شوي فسمناها فيشر والساليفيان فيشر دي بتكون شك ما بين التمبرال لوب والتلاتة لوبز التانيين اللي هم الفرونتال لوب والبراية اللوب والاكسيبتال لوب وطبعا زي ما احنا شايفين ان السريبروم مليان سالكاي اللي هي جامع سالكوس اللي هي عبارة عن الخطوط اللي انتو شايفين هدي اللي اخيات دي ومليان برضو جيروس اللي هي عبارة عن السانية نفسها من برا تمام ودي صورة تاني للبرين عندنا ناحية اليمين السريبروم اللي هي المخ والسريبلوم المخيخ اللي تحت واخر حاجة البرينستيم او جزع المخ عندنا ناحية الشمال من برا لجوه اول حاجة اللي هي الجمجمة يعني العظام بتاع الجمجمة وفيه تلت طبقات بعدها لحماية المخ اول طبقة اللي هي لزقة في العظام او اللي بعد العظام على طول اللي هي الديورة ماتر اللي هي معناها الام الجافية وبعديها الاركنويد ماتر اللي هي في النص واخر حاجة اللي هي البيع ماتر اللي هي لزقة في المخ مباشرة ودي اسمها الام الحنون وكلهم عبارة عن connective tissue او نسيج دام وبيشار لنا تحت على brain tissue اللي هو نسيج الدماغ او نسيج المخ يعني ودي برضو صورة تاني للبراين عندنا اول حاجة فوق اللي هي cerebrum المخ وبعد cerebrum موجود عندنا salamus المهاد والhyposalamus تحت المهاد والجدار بتاع salamus والhyposalamus بيحيط بالseared ventricle او البطين السالس اللي احنا قلنا ان هو في diencephalon او diencephalon والdiencephalon بيتكون من اربع اجزاء الابي salamus والسب salamus والسلامس والhyposalamus ابي salamus سب salamus hyposalamus ويق السلامس وفيه غدة تحت الhyposalamus اسمها البتيوتر جلاند الغدة النخامية وفيه عندنا برضو السريبيلم اللي هو المخيخ واخر جزء في البرين اللي هو البرين استم جزء المخ وده بينقسم للميد برين والبونز والمضالة أوبلونجاتا النخيع المستطيل والسباينا الكورد الحبل الشوكي متصل بالمضالة أوبلونجاتا لكن مش جزء من البرين أوكي نبدأ نشرح بالتفصيل أول جزء عندنا السريبروم أو المخ السريبروم يعني زي ما احنا عارفين ان السريبروم بيتكون من نصفين كوراويين والنصفين دولا بيتصلوا ببعد عن طريق حاجة اسمها كورباس كاللوسوم أو الجسم السيفني والجسم السيفني ده بيوصل التو همسفيرز ببعض وزي ما قلنا برضو ان السريبروم بيقسم لأربع لوبز أول لوب فيهم أو الفص الفرونتال لوب الفص الجبهي ثاني فص البراية اللوب الفص الجداري اللي هو العلوي من الدماغ يعني وتالت فص فيهم التمبرال لوب أو الفص الصدغي ورابع فص الأكسبتال لوب أو الفص الخلفي أو الفص القزالي عندنا بعد كده الستركشور ان كوت سيكشنز يعني التكوين بتاع السريبروم لما خدنا فيها قطاعات عندنا أول حاجة لما خدنا القطاع لقينا أن الطبقة الخارجية جريماتر الأوطر جريماتر ودي اسمها السريبرال كورتيكس الكشرة المخية طبيعي أن الأوطر جريماتر من برة فهنسميها السريبرال كورتيكس أو الكشرة المخية والسريبرال كورتيكس دي أو الأوطر جريماتر كومبوز أو نيورونال سيل باديز يعني بتتكون من أجسام خلايا عصبية فلما السريبرال كورتيكس دي بتتكون من نيورونال سيل باديز أو أجسام خلايا عصبية فلونها أصبح جري رمادي طيب ليه؟ فاكرين لما شرحنا في الأول النيرفي سيل كنا قلنا إن في حوالين الأجزون مايلين شيث فالمايلين شيث ده أو الغمض المايليني ده بيكون لونه أبيض والسيل بادي والأجزون بيكون لونهم جري فإحنا عندنا الأجزون ده محاط بميليين شيث فبالتالي هيبقى لونه أبيض لأن المايلين شيث زي ما قلنا إنه هو لونه أبيض لكن السيل باديز أو النيرونال سيل باديز دي مش محاطة بميليين شيث أو مش محاطة بطبقة من مادة المايلين فبالتالي هيبقى لونها زي ما هي هيبقى لونها رمادي أو الكشرة المخية هتظهر لنا باللون الرمادي والجزء الثاني اللي هو من الداخل ده inner white matter أو جزء داخلي أبيض وزي ما قلنا إنه هو white ليه أو أبيض ليه لأنه myelinated nerve fibers أو ألياف عصبية محاطة بالميليين والجزء اللي كان مغطى بالميليين اللي هو الأجزون بتاع الخليات العصبية فبالتالي هتكون مكونة من أجزون أو محاور للخلايا العصبية وعندنا cerebral cortex فيها فولدز كتيرة أو سنيات كتيرة وده علشان تزود مساحة السطح لاستقبال الإشارات العصبية وإرسالها فبالتالي ده هيزود لنا الوعي المعرفي أو cognitive perception والسنيات دي بنقسمها الجيروي وصلقائي ال irregular elevations الحتة المرفوعة في الثانية دي اسمها جيراي لكن الحتة المنخفضة في الثانية اسمها السلقاي تمام جيراي جامع جيروس وصلقاي جامع سالكاس وزي ما قلنا برضو أن يعني المخ محب ثلاثة أغشية للحماية واسمها المننجيز أو السحاية أو الأغشية السحاية وزي ما قلنا أن الأغشية السحاية دي عبارة عن connective tissue يعني نسيك دم بيدعم المخ وقلنا أن أسمائهم من برق لجوة أو الحاجة الديورة matter اللي هي الأم الجافية بعد ديها الأركنويد matter اللي هي في النص الأم العنكبوتية وآخر واحدة اللي هي ملتصقة بال cerebrum أو بالمخ كشرة المخية اسمها البيا matter أو الأم الحنون arranged from outward inward respectively يعني احنا قلناهم بالترتيب من بره لجوة cerebrus spinal fluid اللي اختصاره CSF اللي هو السائل النخاعي والCSF ده circulated in ventricles inside the brain يعني بيدور داخل المخ في ventricles اللي هي الأبطنة اللي هي جمع بطين يعني and in sub arachnoid space اللي هي بتكون ما بين البيا وال arachnoid meters يعني cerebrus spinal fluid بيكون موجود في sub arachnoid space المنطقة اللي تحت الأم العنكبوتية أو اللي تحت l-arachnoid يعني بتكون ما بين l-arachnoid وال b-a matters لأن l-arachnoid زي ما قلنا في النص فهي تحت l-arachnoid فبالتالي هتكون ما بين الأم الحنون أو الأم الحنية العنكبوتية ده بيكون موجود فيها cerebrus spinal fluid أو سائل نخاعي وبرضه زي ما قلنا كان بيدور في ventricles أو الأبطنة اللي داخل المخ تاني حاجة cerebrillum أو المخيخ it is located at the back of the brain يعني يقع في الجزء الخلفي من المخ أو الدماغ يعني بيكون تحت فصين المخ مباشرة اللي هم الأوكسيبيتل والتمبرال لوبز الأوكسيبيتل اللي هو الفص القزالي والتمبرال اللي هو الفص الصدغي وتحتهم مباشرة السريبيل أو المخيخ وبيكون behind the bones and medulla oblongata يعني خلف النخاع المستطيل وال cantera اللي هي البونز it is concerned with planning and coordination of body movement and equilibrium and balance يعني السريبيل أو المخيخ بيهتم أو بيعنى بعمل تخطيط وتناسك لحركات الجسم المختلفة وبيحافظ على توازن الجسم هي equilibrium وbalance هي نفسها بالعربي يعني توازن لكن فيه فرق بسيط يعني في الانجليش balance معناها توازن الجسم في المحافظة على خط الجاذبية اللي هو واقف فيه أو جلس فيه تمام خط الجاذبية ده ان هو يحافظ عليه ما يسكت شي فده بنسميه balance لكن مصطلح equilibrium معناه التوازن لكن أعام من balance يعني يعني equilibrium دي ممكن نصف بيها balance يعني balance دي ممكن نقول عليها equilibrium عادي لكن الزيادة ان equilibrium معناها توازن الجسم في أي حالة ممكنة مش لازم المحافظة على خط الجاذبية يعني خط الجاذبية احنا بنحافظ علينا ان احنا ما نسكتش ان احنا نقوم قوة الجاذبية لكن equilibrium ممكن تكون أي قوة تانية غير الجاذبية بحيث ان الجسم يستقر مكانه فدي بنسميها equilibrium التوازن أو حالة التوازن تماما تمام بعد كده الbrain stem أو جزع المخ يعني جزع المخ بيوصل ما بين السريبروم المخ والدين سيفالون اللي هو المخ الوسطي أو المخ البيني مع بالحبل الشوكي يعني الbrain stem بيتكون من المد برين أو الدماغ الأوسط والبون القنطرة والمضالة الفورمين مجنم يعني أسفل الفورمين مجنم مباشرة الفورمين مجنم دي يعني الفتحة اللي موجودة الفقاع السقل أو الجمجمة The cerebellum project is from its dorsal surface يعني السريبيل أو المخ بينشأ أو بيظهر أو بيبرز يعني في سطحه الخلفي الدورزال surface بتاع البينيستم موجود السريبيل It contains the neocleae of lower 10 cranial nervous يعني البينيستم بيحتوي على الأنوية للعشرة cranial nervous السفليين نيوكلياي جمع نيوكلياس يعني فالكرين النيوكلياس اللي احنا قلناها في أول حاجة اللي هي تجمع من الخلال العصبية في central nervous system بعد كده شرح الأجزاء البينيستم بالتفصيل بعد كده أول حاجة فالبينيستم اللي هو الميت برين أو الدماغ المتوسط It is the most superior part of brain stem يعني الميت برين أعلى جزء في البرينيستم أو جزع المخ It is the shortest segment of the brain stem 2 سنتيمتر in length يعني أكثر جزء موجود في البرينيستم أو جزع المخ وبيكون طوله 2 سنتيمتر It has a central canal called cerebral aqueduct of sylvius يعني الميت برين موجود فيه قناة موجودة في المركز بتاعه اسمها cerebral aqueduct of sylvius أو القنال المائية المخية لسيلفياس It contains the nuclei of the sard and the force cranial nervous يعني الميت برين موجود فيها الأنوية بتاعة السيرد وال force cranial nervous اللي هي الأعصاب المخية التالتة والرابعة تاني جزء من البرينيستم البونز أو القنطرة It is the largest part of brain stem يعني أضخم أو أكبر جزء في البرينيستم اللي هو جزع المخ يعني أكبر من الميت برين والمضالة أبلونجاتا والبونز دي located below the mid brain يعني موجودة تحت الميت برين and above the mid oblongata يعني أعلى المضالة oblongata أو النخيع المستطيل يبقى تحت الميت برين وأعلى المضالة oblongata أو بمعنى آخر ما بين الميت برين والمضالة oblongata It is separated from cerebellum posteriorly by force ventricle يعني البونز مفصولة عن cerebellum أو المخيخ من الخلف عن طريق force ventricle أو البطين الرابع ما بينهم يعني فصلهم عن بعض يعني force ventricle فاصل البونز من الخلف عن cerebellum It contains the nuclei of the fifth sixth seventh and eighth cranial nervous يعني البونز بتحتوي على أنوية الأعصاب المخية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ثلاثة جزء في brain stem المضالة أو النخاع المستطيل It is the inferior part of brain stem and continuous above with the bones and below with the spinal cord يعني المضالة أو بلونجات تمثل الجزء السفلي من brain stem أو جزء المخ وبيستمر أو بيمتد الفوق للبونز أو الكنطرة وبيمتد الأسفل لل spinal cord أو الحبل الشوكي It contains the nuclei of the ninth tenth eleventh and twelfth cranial nervous يعني المضالة بلونجات بتحتوي على الأنوية التاسعة والعاشرة والحد والاثناشر والاثناشر للأعصاب المخية تاني جزء عندنا في central nervous system أو الجهاز العصب المركزي ال spinal cord الحبل الشوكي أو برضو بنسميه spinal مضالة النخاع الشوكي spinal cord is a cylindrical structure يعني الحبل الشوكي تركيب استواني الشكل occupies the upper two thirds of vertebral canal يعني بيحتل أو بيشغل التلتين أو السلثين العلويين من ال vertebral canal أو القناة الفقارية أو الشوكية وطول المضالة أو المضالة حوالي 45 سنتيمتر in lens 45 سنتيمتر في الطول المضالة it begins at the lower border of مضالة أوبلونجاتا just below foramen magnum يعني the spinal cord بيبدأ من الحد السفلي من المضالة أوبلونجاتا مباشرة أو تحت السجب الأكبر مباشرة يعني هو متصل بالمضالة أوبلونجاتا يعني بيبدأ من حيث ما انتهت المضالة أوبلونجاتا اللي هي انتهت عند الفورامن magnum وهو برضو هيفدأ عند الفورامن magnum أو السجب الكبير أو السجب الأكبر أي كان المسمى بتاعه and extend downward to end at the lower border of the first lumbar vertebra as conus medallaris يعني ال spinal cord بيبدأ من تحت الفورامن magnum مباشرة وبيمتد لحد نهاية lower border أو الحد السفلي لل first lumbar vertebra يعني بينتهي في الحد السفلي لأول فقرة كطانية وبينتهي ك conus medallaris أو مخروط نخاعي يعني بينتهي على شكل مخروط من تحت كده عند أول فقرة كطانية يعني الحبل الشوكي نفسه بيكون في جزء متضخم أو كبير في السيرفكل في العنق أو الفقرات العنقية وموجود برضو في تضخم تاني في الفقرات القطانية أو الجزء القطاني يعني بيقسم الحبل الشوكي الواحد وثلاثين قسم منها ايد سيرفكل أو ايد سيجمنت سيرفكل واثناشر سوراسيك وخمسة لامبر وخمسة ساكرال وواحد كوكسيجيال يبقى تاني الأقسام بتاعة الحبل الشوكي أو السباينال كورد واحد وثلاثين قسم أو واحد وثلاثين سيجمنت أول حاجة السيرفكل فيها 8 أقسام سيرفكل يعني الفقرات العنوكية يعني وفيها 12 سيجمنت سوراسيك في الفقرات الصدرية 12 سيجمنت وخمسة لامبر خمسة في القطانية وخمسة في الساكرال العجوزية خمس أقسام برضو وآخر حاجة الكوكسيجيال أو الفقرات العصعصية فيها سيجمنت واحدة بس ممكن حد يسأل إن الاسباينا الكورد بينتهي عند أول فقرة كطانية إزاي بيوصل للساكرال والكوكسيجيال هقولك هو فعلا بينتهي عند الفيرست لامبر فيرتبرا أو أول فقرة كطانية بس بس الأعصاب أو الاسباينا الكورد عكس بس فهتلون Surrounding the Central Canal يعني بتحيط بالقناة المركزية والقناة المركزية او Central Canal والقناة المركزية دي او Central Canal موجودة من اسمها يعني في Center او المركز بتاع الحبل الشوكي ومن اهم الحاجات اللي بتعملها Central Canal او القناة المركزية ان هي بينتقل من خلالها او عبرها وطبعا النيوترينتز او الغذاء علشان تغذي الحبل الشوكي او العصاب اللي موجودة في الحبل الشوكي ومن الحاجات اللي بتعملها برضو او من الحاجات المهمة فيها ان هي بتمتص الدربات او الصدمات اللي بتصدم للحبل الشوكي يعني بتعمل كوساة ده علشان تمتص الصدمات المعقولة يعني مش القوية جدا فهي بتمتص قدر من الصدمات يعني بحس ان الحبل الشوكي مايتأثرش من الصدمات البسيطة يعني الطبقة الخارجية او الجزء الخارجي بيكون مادة بيضاء لانها زي ما قلنا اجزونز او محاور لخلايا عصبية ودي بيكون لونها ابيض علشان او محاور الخلايا العصبية محاطة بميلينشيس او غمض ميليني فبالتالي الجزء الخارجي من السباينا الكورد هيكون لونه ابيض عندنا السنترال جري ماتر في السباينا الكورد بتكون اتش شابد او شكل حرف الاتش يعني لو خدنا كطاع عرضي من السباينا الكورد او الحبل الشوكي وبصينا عليه من فوق هنلاقي ان شكله في في النص جري ماتر او مادة رمادية بيكون شكلها زي حرف الاتش كابتل ودي بتتكون من ثلاث انواع من الهورنز او ثلاث انواع من القرون اول نوع من الهورنز او القرون يعني اول نوع فيهم البستيريور هورن اللي هو القرن الخلفي او ممكن نقول القرن الظهري اللي بيكون ناحية الظهر وده بيتكون من بستيريور هورنز او خلايا قرنية خلفية والوظيفة بتاعتها بتكون سنسوري او بتخص الاحساس anterior horn consists of anterior horn cells which have a motor function يعني تاني نوع منهم anterior horn اللي هو القرن الأمامي وده بيتكون من anterior horn cells أو خلايا قرنية أمامية which have a motor function يعني وظيفتها بتكون حراكية أو motor ثالث نوع من الهورنز اللاترال هورن اللي هي الهورنز أو القرون اللي طالعه من على الجوانب تمام؟ بس اللاترال هورنز مش موجودة في كل السيجمينتز not in all سيجمينتز بس موجودة في بعض السيجمينتز في السباينال كورد يعني فيه أقسام من السباينال كورد أو الحبل الشوكي فيها لاترال هورنز وفيه أقسام مفهاش وده بتتكون طبعا من lateral horn cells خلايا قرنية جانبية which have an autonomic function يعني بتؤدي وظيفة لا إرادية أو autonomic في السليد ده بيقول لنا أو آخر ما ننجيز فيهم اسمها الديورامتر أو الأم الجافية ونفس الترتيب بتاعها لما كانت مع السريبروم أو المخ فالبيامتر يعني من الداخل والاركنويد متر في المنتصف والديورامتر أو خارجيا أو في الخارج يعني ونحية اليمين عندنا هنا شكل بس في حاجة جديدة في البرتبري هنا اللي هي ناحية الشمال كده في حاجة اسمها الكودا إكوينة اللي هي معناها زيل الفرس وده عبارة عن تجمع من الأعصاب اللي طالع من يعني عاملة زي زيل الفرس عشان كده سموها الكودا إكوينة ونحية اليمين لما خدنا كطاع عرضي في الاسباينال كورد هنشوف إيه في الصورة اللي فوق لما خدنا كطاع عرضي هنلاقي إنه هو بيقول لنا إن الباك اللي هو عنده الاسباينز أو النتوق الشوكي ومن قدام أو الفرونت اللي هو موجود من ناحية جسم الفقرة وفي نيرفز طالع من الاسباينال كورد اسمها الاسباينال نيرفز أو العصاب الشوكية ودي إن شاء الله هنشرحها في فيديو تاني مع البريفرال نيرفز سيستم والاوتونومك سيستم وعندنا في الصورة اللي تحت السنسوري نيرف بسوي اللي هو الهورن البوستيريور هون اللي هو كان خاص بالإحساس اسمه السنسوري نيرف بسوي لأنه عبارة عن بسوي أو مصار لأنه ممتد بطول الحبل الشوكي وفي موتور نيرف بسوي اللي هو الأنتيريور هورن لكن في السيجمنت دي مفهاش لاتيرال نيرف بسوي أو لاتيرال هورنز اللي هي الكرون الجانبية أو المصارات الجانبية اللي كانت مسؤولة عن الأوتونومك فانكشن يعني اللاتيرال نيرف بسوي كان بيعمل وظيفة لا إرادية وفي من الخلف برضو سنسوري روت أو بوستيريور روت وده بيلتقي بالموتور أو الأنتيريور روت وبيكونه اللي سباينال نيرف علشان الموتور نيرف يتحد مع السنسوري نيرف في اللي سباينال نيرف ويوصل اللي سباينال نيرف ده لنفس المكان يكون فيه موتور نيرف وسنسوري نيرف والجزء ده شرحناه بالتفصيل في النيرف السيستم فيزيولوجي وهتلاقي الفيديو ده في قائمة تشغيل الفيزيولوجي الترمي التاني على القناة وبكده نكون خلصنا سنترال نيرف السيستم أناتومي وإن شاء الله هنشرح البريفرال نيرف السيستم والأوتونوميك نيرف السيستم في فيديو قادم إن شاء الله سانكيو أتمنى تكونوا استفدتم ولو استفدتم ما تنسوش تعملوا شير للأصدقاء وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر فاعله عيد فطر سعيد عليكم كل عام وأنتم بخير شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا